طيب يعني مثل ما قلت لك عدنا بعض الأسئلة راح نمر بيها إن شاء الله أنت بعيادة الطبيب النفسي وأنت بالبداية قلت أنه أنت يعني تريد أنه تشوف طبيب نفسي بس أعتقد أنت كنت مجامل لأنه إحنا الناس ما يحبون يشوفون الطبيب النفسي فقل لي شنو يعني فكرتك يعني عن الطبيب النفسي بشكل عام يعني قبل ما أنت تلتقي بيها طبعا يعني أنه أني يعني ممتاز جدا بس يعني قبل ما تشوفني يعني أو ما تشوف أي طبيب نفسي جيد في نظرك يعني شنو كانت فكرتك عن الطبيب النفسي أو الطب النفسي هو يعني كان يعني قبل كانت أول زمان زمان شنت يعني ما أعرفش عن الطب النفسي بس شنت يعني يعني آخر فكرة أكثر فكرة عدي من الأفلام منه شخص تقعدوا تسالفوا إياه بس بالبداية أول ما حد يتعرف على هذا العالم يحس أنه هذا الشي عادي يعني إذا أقدر أسولفوا إياه أحد بالبيت وخلص عندي شرح على واحد أحتيلة أو واحد أسئلة عن مشاكلي أو ممكن تكون حتى مشاكل عضوية يعني بس بعديا يعني صدقني يعني مو بس لما انقابلتك أنا شدت أريد أشوف الدكتور نيرسي يعني صار لي فترة أنا شدت أصلا يعني عندي حتى بالتأمين مالتي أكو مال طبيب نفسي بس أنا كل مرة أريد أروح باتني أقول لا بعدين لا بعدين بس شوف أجدت الفرصة الواحد أي فالطب النفسي أنا أشوفه فاتشي من معرفتي بي حاليا أنا أشوفه فاتشي كلش مهم لكل إنسان وفاتشي تأثيره كلش كبيرة علينا من دون ما نحس وخصوصا أنه أنت من شوية تبدأ تعرف بالموضوع أكيد ما حصير دكتور نفسي من قراءتي عن الموضوع أو من متابعتي إليها بس هيكون عندي نظرة للموضوع من ناحية أشوف شخص ديتصرف تصرف معين يعني أشوف شخص عصبي جدا وديتعارك ويل حوالي ومدري شنو مثلا أكون رايحة أشتري شغلة وهذا الشخص ديتعارك وهذه أنا أشوف هذا الشخص شبي ديتعارك وأضوج منه وممكن أتعارك ويا بس بعدين قمت أفكر إنه ليش يجده يتعارك وشنو ديفكر وش صار وياه جوز صار وياه كلش كبير بحياته إحنا ما ندري بي فهذا الشي خليك يتباوع عن الناس بشكل كلش مختلف ونفس الشي همينه ينطبق على المجتمع العراقي من ناحية العراقيين اللي بالداخل والعراقيين اللي بالخارج العراقيين بالداخل عانوا هواية من ناحية الحروب من ناحية الحصار والطائفية وكل هاي الأشياء فأكو هواية منهم يعني إن قالتلي بشكل مباشر إنه أنت ما عانيت هاي المعاناة والت ما شفت هاي اللي شفنا فأنت شون تحكم وبنفس الوقت أنا كمغترب هم عانيت معاناة مختلفة وحضرتك همين ما شفتها تكون أنت الشخص اللي تتحتي معي أنت هم ما شفتها من داخل العراقي أنت جدش شوف شدي يصيروا معي أنا عانيت من هواية شغلات عنصرية من شغلات لجوء من مشاكل يعني الشغل يعني هواية ذكرتهم بالبودكاست وهاي المعاناة صحيح مو نفس معاناة الحرب بس معاناة ممكن تكون بشكل مختلف هم متأثر علينا بشكل مختلف وتخلينا نباوع للدنيا بشكل مختلف فما أدري أنا أحساسي أنه الطب النفسي يعني هو يستلف من بلد البلد ومن تجربة لتجربة وأكيد مو أنا لحكة علي أكيد أنت تعرف أكثر بس يعني هاي نظرتي إلى يعني أكيد أكيد والله وكفي الشيء والله يعني الآن البحوث قد أثبتتها أنه أنه إحنا مثلا يعني خل نقول إحنا كناس مهاجرين هاجلنا برا العراق واختربنا التجارب اللي مرينا بيها بالعراق تأثر على أطفالنا حتى لو كانوا أطفالنا مراحوا بالعراق تمام يعني البحوث تثبت أنه الأطفال المهاجرين أو طالبي اللجوء أو اللاجئين يزيد عندهم نسبة الإصابة ببعض الاضطرابات النفسية مع العلم هم عايشين في بلدان مرافهة ومتعرضة بسبب التأثير من أهلهم يعني هذا الشيء يعني شفناه أيضا يعني هذا الشيء لازم نتذكر والله أخفلان ولازم الناس همينة يعني تنظر لهذا الشيء إنه حقيقة إنه هذا الشخص هو عايش طول حياة برة وما متعرض للأشياء اللي تعرضنا لها لا تعني إنه هو أحسن منكم أو أقل عرضة للإصابة بالإجهاد والتوتر والقلق فشيء مهم